ربطايب الرحيم البعائي من المتعلم فرشات واعرا لعلون شمات تونة مزال بطباهية روح هشم تنحنا بجان عيدن الفرشاة بتبالش بالפاسوك ويدبر الهيم المشه ويمر الاه اني ادناي حكا بوري عالم مع موشه ربינו باسمه طبع بوري عالم بالأساوي اللي هو الهكيم اللي هو دين وبعدين قال له اني هشم انا بوري عالم ويستعمل اسم هشم يوتكي وافكي اللي هو رحمين شو عم بصير هون بالأسامي طبع بوري عالم وكمان بوري عالم بيستعمل اسم الشاداي بالפרشات طبعنا نعرف لحنا 86 سنة مرأو وعام يسايل اللي هم تعذبوا بمصرايم طبع بوري عالم سمع السعكاء والدعوة والصلاة طبع عام يسرائيل وبعد موشه ربינו يطلع عام يسايل من مصرايم ايجا موشه ربינו لعام بوري عالم وقال له بوري عالم بدي يكتروا عن برعو طلع الشعب تبع عم يسرايل رحم وشهر عن برعو وقال له القيها عبريم نكرا علين والإله تبع اليهود بالدياني انه يقول لك انه لازم طلعون اذا لا استنى شوف شو حيصير معك قال له برعو ما لحطلع عام يسرائيل ومون بس ما لحطلع عام يسرائيل لحساوي هلا الشغل على عام يسرائيل اصعب اول كنت انا عطيهم كاش كنت عطيهم استرو انه هنو يساوي يساوي البريكس من هون رايح هنو يروحوا يدوروا عاستولة حالون ومعزبون اكتر راح الشر ومنعرف لحنا انه برعوها راشاع كان يطبح 150 ولد بالصبح و150 ولد بالليل ويتحمم بالدم تبعو رابوتاي اتعلمنا لديك الجمعة انه اول ما حكى مشيرا بينو مع بوري عالم كان بخمسة عشر بشهر نيسان البراشاع تبعنا بتبلج مكتوب بيدبر الهيم الموشه حكى بوري عالم مع موشه كان عم بيحكي هو ويا اريدي البراشاع تبعا ديك الجمعة مشيرا بينو رجل عن بوري عالم وعندن حديث ليس البسوك بيقل لي انه هلا عم بيحكي معو اكيد عم بيحكي معو زاعد الدامو عم بيحكي معو الا بيقلك رابينو بحيه انه من يوم اللي مشيرا بينو راح لعن برعو وبرعو ما رضي يطلع عم يسائل من مسراهيم هرب موشه رابينو من بوري عالم اسمع وبعط لك المكه وشو صار بحودش نيسان ربوتا ايجت مكه تحوشيخ وبخمسطعش بحودش نيسان ايجا مكه تبخاروت مشيرا بينو ليش هرب من بوري عالم ما حدا بيقدر يهرب من ربو شو المعنى لمشيرا بينو هرب من بوري عالم مشيرا بينو كمنهيج كمودير اللي بيشفاع الشعب تبعو ما بيقدر يشوف انو الشعب تبعو عم بتعزب قال له يا بوري عالم من يوم اللي رحت انا لمسراهيم وقال له لبرعو يطلع بني يسئل من مسراهيم عم تساويه اصعب على عم يسرائل وما طلعتون انا ما عد بدي الوظيفة اي كلمات تستعمل مشيرا بينو مع بوري عالم قال له لما هريعوتا لعام هزي ليش عم تساوي مع الشعب تبعك راع مشيرا بينو وربو تالي احنا ما بنقدر نقول اذا ما انو المكتوب بالمفرشين والحكمين مشيرا بينو عم بينق وعم بيقل له يا بوري عالم ليش عم بتساوي شغلة عاطلة مع عم يسرائل لما زي شلحتاني ليش بعتني من يوم اللي رحت صارت اصعبة لعام يسرائل شو قال له شو جاوبه بوري عالم عتاتي رئي عاشر يعيسي لفرعو انت عم تنق خسرت انت ازي خوت تفوت لإسرائيل ولحيفوت واحد تاني من شان انت عم تنق خسرت انت ازي خوت ولحفرجيك انو انا لحساوي مكوت مع برعو ولحيطلن عم يسرائل مم يسراهيم السؤال بسيط والسهل هكدوش بروكو قال له لمشه ربينا بالبراشات بعد هذه الجمعة برعو لحيكون عنيد وبرعو ملح يرضى يطلع عم يسرائل من مم يسراهيم طابعته المكوت وبالآخر بيطلعون اذا عرفان موشي ربينا هالشغلة ليش موشي ربينا عم بيجي عم بيقول له لبوري عالم اه اس نات فاع ليش هك عم تساوي ليش عم بتعزبون عم تساوي اشي عاطل ما انت عرفان انه قال لك موري علام انه برعو ملح يطلعون بسهولة ملح يطلعون سهل ربوتاي الليلة اللي حنشوف انه في رأي اللي بيقلك موشي ربينا عم بين اي رأي تاني يعني بيقلك موشي ربينا ووصل على مدرجاء كله عالية هو ما بده يكون المدير طبع عم يسرائل حدوش عظيم حدوش جديد موشي ربينا وصل على مدرجاء ما بده كل المدير اللي عم يسير هو هلا منشوف لش بيقل مدرجاء بكوهلت ربا باوتا شعه بيقشה مدت الدين لفجوع عبو ايجاد مدت الدين اللي بوري علام يمشي الدين يبلدين وبرحامين هي معروفة ايجاد مدت الدين طبع بوري علام دو يأزيل موشي ربينا مشانهك عم بيحكي مع بوري علام عم بيقل لش عم متعزب اليهود وإن الهيم امعوا باسم الهيم احر كخ نأمار بيوم من اله اني هشم غير بوري علام الاسم واستعمل اسم هشم ليش امار לו اتا بسار ودم لو يخولت لسبول اوتام انت من لحم ودم انت عم تشوف انه هنا اللي عم بتعزبوا انت ما بتشوف بعيونك متما تعلمنا هذي الجمعة الايون اللي انت عم تستعمل انتشوف فيه مو العيون طبعي بوري علام انت لحم ودم ما بتقدر تستوعب وتشوف شو عم بصير اني هشم رحمان باعلى الرحمين بمدوتاي הרحم انا رحم ما في واحد بالعולם بشفى وبرحم اكتر من بوري علام شنأمر اني عسיתי واني اصف انا خلقتون وانا بتحملون ربوتاي المعنى طبع الشعور الليلة هو على المدات بتاحون وبعرف انه كتير حكينا على بتاحون وامونة وحتى واحد دقي جمعة سألته ليش ما عم تجي عالشعورين قال لي ما تواخذني بهالكلمة بس انا عم بروح على الشعورين اللي اغمأ من الشعورين تبعك قلت له مو مشكلة بس سؤال بسيط لإلك بعد ما تخلص الشعور الغميء تبعك شو استفدت سمعت حدوش عظيم سمعت جمات ريال سمعت قصة حلوة بالاخر شو اخذت معك على البيت تيساعدك بالفترة اللي احنا عايشين فيها هلا شو استفدت من الشعور كله العظيم قال لي ما استفدت بس حدوش يمحلوين قلت له حدوش يمحلوين فتاح المصحف كمان بتشوف حدوش يمحلوين ربو تا إذا لحنا وخصوصي بالواقع اللي احنا عادين فيه هلا بالمتساب اللي عادين فيه هلا اللي احنا عايشين فيه إذا واحد ما بيتعلم على إموناء وبالتاحون بيغرق وبيضيع بكل مشاكل عم بيصيروا بالعولام وأنا ما عم بحكي عالفاكسين عنده تسارابة عم إسرائيل وزا ما تعلمت شلو تنتكل على ربك وتكون عندك أموناء ببريعولام مية بالمية بتضيع وبتغرق انت بالمشاكل بيسأل المصحف دركين مسار سؤال عظيم شو بدك بموشرة بينه ليش بريعولام انت كل قد عم تحط ضغط على موشرة بينه ومعصب عليه مدير بيحقيل له يسأل ربه ليش اك عم تساوي مع عم إسرائيل وين شفنا הרبותاي بحيط العגل عم إسرائيل وعرب رب عبدوا عبودה زرا رجع موشرة ربינו لبريعولام وشو سألو لما يحرى أفכה بعמך يا بريعولام ليش عندك כאלה غضب على عم إسرائيل شفنا انه بريعولام عقبو لموشرة بيسؤال لا وبريعولام سمح עם إسرائيل ليش هلا لما ربינו عم بيسؤال بريعولام ليش عم بتساوي يا كאלة صعب وأنا شايف أنه في عاطل بالمعاسيم تبعك يا بريعولام يا ربي لعام إسرائيل ليش عقبو بريعولام بيقول ربي ميلوظافتش شوف مؤسسة شمشون ودليلة شمشون كان صديق شمشون كان جبور ناس بيقول جبور انه كان عنده عضلات جبور انه كان طويل إذا بريعولام ما بده يساعدك ما بيساعدك شمشون جبور ماشي هو أبو إمه شاف واحدة بيشتيت قال له لأبو إمه بدياها لهالمرة مو يهودية بدياها لهالمرة كي شراهي بعيناي منشان عجبتني بعيوني شايف بعيوني منظرة حلو قال له بريعولام انت عم تقول منظرة حلو بعيونك شان عاقب بريعولام البيشتين طلعو لعيونه بآخر حياته ميدا كنغد ميدا ما بيقول الربي ميلوظاويتش إذا بتطلع انت على عصة الشمشون من عند بريعولام كانت إنه بدويا لشمشون يجوز على دليلة ومكتوب البسوك كي مهشم היה الدبر بريعولام كان بدو إنه دليلة تجوز الشمشون إذا بريعولام بدو إنه شمشون يجوز دليلة شو كل إدعاطل قال شمشون لما قال لأبو إمه بدي إياه لهالمرة مشان منظرة حلو فهمتوا ربو تايش السؤالة بلما نكمل إذا من عمب ريعولام بدو إنه دليلات تجوز الشمشون بالآخر هي تنزده لشمشون شو ساوا كل إدغلط لما قال لأبو إمه بدي إياه مشان عجبتني بعيوني بيقول ربي ميلوفوفيتش مو الكلام اللي قلته الطريقة اللي قلته تعرفوا المعاسي المعروف اللي واحد بعت ابنه عجامعة هو تباش عمقارتس ما بيعرف لا يكتب ولا يقرأ ابنه كان ناصر مصاري بعتنه مكتوب لأبو والأب وصله للمكتوب بس ما بيعرف يقرأ راح لعند واحد بالجروسري واحد اللي عنده دكان السمانة يعني وكان عزار يومي طالعش حرامع لهذا الميل صاحب المكتولت قال له قرأ لي المكتوب شو مكتوب قال له أبي بعث مصاري ما قصني مصاري ما دخليني بالمصاري قال هيك بحكي مع أبو ما لحف رجي ولا قرش مرع شهر والولد بده مصاري بعث له كمان مكتوب للأب هذا القاب دول على واحد يقرأ من المكتوب صاحب المكتولت ما نواعد راح لعند اسكندرجي قال له بليز قرأ لي المكتوب وسكندرجي عزار يوميتا سأوى خبطة منيحا وكان مبسوط قرأ المكتوب قال يا أبي بعث مصاري ناقصني مصاري ما تخليني بالمصاري قال ها هيك بحكي مع الأب ببعث بالمصاري رب وتاي نفس الكلام الطريقة شتن بتقولها سأل مرتك تدع تقل لك نفس الكلام بس على هوا شتن بتقل لك الكلام انت بتنرفز نفس الكلام إذا قالت لك انت الكلام هي عم تقولها بالطريقة حلوة يعني بتقولها هي معصبة جيد انت على البيت هي عدم على الولاد كل النهار وانت كمعلم حطي الأكل لك طول بالك على الأكل بس هي منرفز بس مو من ناق نفس المشأل يصار مع مرأة بالنهار بس انت شو ضغري بتنرفز بس إذا ما قالت لك بحكي حلو استنى على الأكل نفس الكلام بس شو different tone التون different الطريقة تلحكي different شمشون ربوتاي ما عندنو بوري علام بدو انو يجوز دليلها بس الطريقة اللي قال لأبو إمو حلوة بعيوني حلوة بعيونك لش من إمتن انت هلأ انت عم تنقي وتختار نسوان اللي حلوين بعيونك ومو حلوين بعيون بوري علام تقول نفس الكلام بس لازم تعرف شتون تقولها لازم تقول ياشراب بعيناي مشان هيك بدو بوري علام ياشراب بعيناي إذا بدو بوري علام على هوا شتون بتقول كلام بفسوا نفس الشي ربوتاي على كلام موشي ربינו موشي ربינו بحيط العيجل شؤال له لبوري علام لما يحرى أبخا بعمك ليش عم تحسب على اليهود ما سأغوشي عبدو عبد الزراء سمحون يلا ما شي أما هون شؤال له لبوري علام قال له لما هرعوت العام هزي ليش عم بتساوي شغلات عاطلة مع عمي إسرائيل آه المعنى أنت موشي مفكر أنه أنا بنزل مش ما يمشي عاطل مفكر أنت موشي أنه أنا بساوي غلط تقدر تقول نفس الكلام بس على طريقة شتون قلت هلا مشان هيك بينه موزنبو مشان هيك بينه راجع هلا بعد الوظيف اللي بعته بوري علام وقال له روح أنكز عمي إسرائيل وشاف أنه بروع عم بيعصب على إسرائيل وعم بيصعب عليهم أكتر رجع ومنرفز ومعصب على شو صار إيجا لعم بوري علام لما هرعوتها لعم الزي يا موشي في طريقة شتون تحكي تقدر تقول نفس الكلام بس تقول لما هرعوتها لعم الزي لما زي شلحتاني أما إذا عم تقولها بطريقة منرفزة وبطريقة بالعصبية أنت عم تقول كيقيلوا أنه أنا عم منزل من الشمايم الشغلات اللي هنن راح وكيقيلوا أنت نفكر أنه عم بوري علام بيخربت بوري علام شو قال له شو قال له بوري علام لإيوب إيوب عم بيشكي كانوا عم بينق عندي مشاكل برمنان شلونة داع خسر ولاده خسر غنم تبعه خسر البزنس وكل بنايات تبعه وكل ريليستيت وصفي هو ومرته وكل جسمه عنده الشحين وواعد هو بالرمل من شأن أنه يروح العذاب من جسم تبعه فتحت أمه قال له يا بوري علام يمكن أنت خربطت بين إيوب وأويب قال له إيوب شو بتنكتب ألف يود ذاب بيت أويب يعني عدو بتنكتب ألف أويب ألف فاب يود بيت قال له يمكن أنت خربطت من غير ما تبعث لي من غير ما تبعث أنت المشاكل من واحد تاني اللي عدو تبعث بعث لي هون إيلي شو بيجابه بوري علام لأييوب بيقول له ييوب بدي إياك تعد كم شعرة عندك أنت براسك بيطلع بإيدك بيطلع بإيدك تعد كم شعرة أنت براسك بيجي واحد بيقل لك بفرقون وبعدون بيقل له بوري علام لأييوب تعرف أن الشعرة تنين شعرتين ما بيطلعوا من نفس إذا بيطلعوا من شري شو واحد بيموت الإنسان وأنا ما بيخربط بهالشغلة وأنت نفكر أنا خربطت بينك وبين واحد تاني أنت نفكر أنه في راع نازم عن بوري علام وربوتاي أنا مول زلم اللي بيدي بالمية عندي انتكال ببوري علام وكل واحد بيعزبه بوري علام وكل واحد بيعطله مشاكل بوري علام وكل واحد لازم يشتغل على أمونا وبالتاحون ببوري علام والكلام اللي أنا هيرته اللي ولي إلي بس أنا بحب أنه أوزعه بحب أنه أعلمه بس كل واحد عنده تجربة إذا لإحنا ما اشتغلنا على البتاحون أكيد كل شي كل شي بالعولام بيخربطنا كل شي بالعولام بيجننا ليش يا بوري علام تبعط راع مو راع يا ابني مو راع فيدبر إلهيم المو شه حكيت معك بالأساوي مشان تعرف بيوم الإله بأني هشم تعرف أنه أنا هشم وشهو قال له وإراء الأبراهام اللي يزحق وإلي عقب بأيل شدي جلت أنا على أبراهام يزحق ويعقب باسم شدي شي يعني اسم شدي شأمر لعولمو داي شو المعنى معنى لبوري علام لما خلق العولم العولام كان متبشت فيهوليخ العولام عم بيكبر ويكبر ويكبر تقال بوري علام ستاب وقف ليش بوري علام وقف الدنيا خلي أميركا تكون عند الصين ليش وقفة بيقول الحكمين من شان إذا ما وقف العولام وكان بيخليه كبر ويكبر متل ما فيه كتير ميدات حاسد بالعولام الميدات الدين ومدر منها المكاترقين وستراها احراها بتكتر بالعولام تأجب بوري علام قال ستاب وجلب بوري علام عن أبراهام يتحاقب يعاكب بهال اسم شي يعني بقين شداي يعني أنا وقفت الساروت تبعون بكل الساروت اللي مرقوا هنن أبراهام يتحاقب يعاكب إذا جا يوم اللي وقفتلون الساروت متما تعلمنا نحنا بفرشاد مكات السيفيفون ده يجي يوم يوقف السيفيفون المشاكل تبعاك أبراهام وعدتوا كل أرض لإله بالآخر ديابير هو مرته السارة لازم يروح يشتري الأرض ما أجاله ولاد بالآخر عطته ولد بعته العكداد يتحاق وما سأل أسئلة علي يتحاق قلت له كل الأرض إليك بالآخر تخانقوا هنن روعي قرار مع روعي يتحاق قالوا الماء إلنا كل بير تبعك إلنا وعطته عصاب وسواله مشاكل مع نسوان وما سأل أسئلة علي وما نأ وما شك علي يا عكوب هو هو يا عكوب بعطته له سارة بعد دينا بعطته له سارة بعد يوسف بعطته له سارة بعد لابان بعطته له سارة بعد عساب وما شك وما عم بشك وما نأ وما في تحتمو إنتي موشي لسه ما بعدك لسه ما قالوا عليك كم يوم دو غري لا ما رأعوط لعمل زي ليشك عم تعذب عمي إسرائيل قالت أبرهام عليهم شانجليت عليهم انها باسم ايل شداي انه بيعرف انه بده يجي يوم المشاكل اللي هوقفوا امتا ربوتاي السؤال للكم امتا بريعولا محكا مع ابراهام ابينو باسم ايل شداي شمعه لا قبل لما قال له ساوي بريت ميلا تسالكن سؤال قال له حكا دوس بروخول لابراهام ابينو بدياك تساي بريت ميلا ليش هي تليخ لفناي وهي تاميم اذا ما ساوت بريت ميلا منك كامل ساوت بريت ميلا هلا انت كامل هلا خد واحد يهودي ساوى بريت ميلا واحد مانو يهودي ما ساو بريت ميلا من برا في فرق لا لخشتون اللي بوري عولا من ابراهام ابينو لما تساوي بريت ميلا بتكون كامل مين قال تاني لي ما ساو بريت ميلا منو كامل المانو بريت ميلا شغلاد ما بتفوت بالعلي واذا تذكروا ان احنا تعلمنا ببارات ميكيت كان فيكو ارازي بالشعور انه انه بريت ميلا هي حك مانو مفهومة ليش من ساي بريت ميلا هيك بيقلنا ابو درهم مانو مفهوم ليش من ساي بريت ميلا بس قالوا بوري علامة ابراهام ساي بريت ميلا ليش هيك انا هيك انا القوانين تبعي وانت مانع تفهمها عم بيقلو هكا دوجبارو كل الموشي ربينو اين شد دايب الباراتة معنا هلا انت شايف عمي سايلا عم يتعذبو هم يتباحون بسبح هم يتحمهم بدم طبعو هم يسايلون ساروت אל شد دايب متن ملبית ميلا مانو مفهومة كمانا هم يسير بمسراين مانو مفهوم ربותיי היה شبت بمسراين ما شتغلوا بمسراين مرهو خشم شبت לוי כןنا منعرف انه شبت לוי ما شتغل بمسراين سمعوا حدوش عظيم ليش شبت לוי ما تعزب وشتغل بمسراين الاسתגנינים تפרعو اللي طلعوا بالكواكب والمزלות עלו לו לפרعو اللي بأونكز عم يسايل من مسراين لحיכون من شبت לוי هم פרعو كل اتفاين سمعوا شو سوا الانا لحا عزب كل الشبتين من عدا شبت לוי ليش واحد اللي ما بيتعزب وما بيمرو عليه تساروت ما بيادري اونكز التاني من تساروت طبعو ام شو قال پرعو اذا اونكز طبع عم يسايل حيكون من شبت לוי ما لحاعزب شبت לוי مشان ما يطلع واحد منه اللي متعزب وما يحس الوجه دبعا التاني لذلك مشانا بينه وشبت לוי ما تعزبوا بالمسراين شو تعلمنا من هون ربوتיי ما بتذكر اذا كان متغاش ولا بيروش شو متعلم من هون كل مرة عندك مشاكل عم بيساويها بوري علام اصدر بيقولوا بالانجليزي what doesn't kill you makes you stronger عم بيساويها بوري علام اصدر مشاني طلعك من جنب التاني اقوى من ما فتت على المشكلة المشكلة هي ربوتיי بيبعث لك يا بوري علام مشاني نطفك مشاني اويك ومشاني نزلك بوري علام مو انه كل ادبر منه الاخزار وبوري علام عنده مدات الدين وعم بيستنى تايقتلك مو متل ما بيفرجوهم بالافلام تبع القوييم انه بوري علام كيقلوا عم بيستنى باللحظة اذا ساويت عم برادو غريب ينزلك لا بوري علام رحمان بيقلوا لو مش ربينو رحمان بس يا رحمانوت رحمان اكتر من كل واحد بالعلام رحمان وليش عندك المشكلة؟ منشان شوفوا هلا في ناس بيساوو ارجنزيشنز تايساعدو الناس البيانين بس ما كانوا بيساوو الورجنزيشن اذا هنن ما مروا عليهم مشكلة بحياتهم ارجنزيشن بسيط في ارجنزيشن اسما كار سي اي ار اي بيساعدوا الاهل اللي عندنوا ولاد معطوبين ليش بلشوا الورجنزيشن هنن عندن تلتة ولاد معطوبين شلون ايداع هنن قالوا ليش لحنا انه لما لحنا هدو الولاد كبروا وما حدا ساعدنا وفي هلا ناس اللي برمنان عندن كتير ولاد معطوبين ما حدا عم بيساعدن منبلش ارجنزيشن ومنساعد الناس اللي عندن هدو الولاد اذا هنن ما مر عليهم هدو الولاد بحياتهم ما كان يبلش الورجنزيشن ليش بيبعد لك موري علام المشكلة منشان تقدر تساعد الناس بالمشكلة اللي مرأت عليك منشان هل تحس الوجه طبعة تاني شابة لفي انت بحياتك ما تحس الوجه طبعة تاني اه بتسألوا لكان شلون موشينا بينه حس الوجه طبعة تاني موشينا بينه اختار يطلع من الأصر طبعه ويشوف الوجه الطبع الثاني إذا لا كان من حياته ما بيحس الوجه الطبع الثاني كمالة الشباتين معذبين ما بيطلع واحد منهم جويل مشاهل بوري عالم لازم يطلع من شبت لفي هيك كانت لتفكرة طبعا فرعون منخ مسرايم مرة الرشاش مو رشاش ربي الشلوم شرعابي الرشاش ربي الشلوم شاترون بزون هيك اسمه مفرش على الجمراء كان عنده سؤال بالتسافات بالجمراء مسيخة يماموت سنين سنين ما كان يلاقي حلها التسافات تا يوم الايامات بعد كتير سنين مرأ بالبلد تبعه بفيلنا الحاخام باسم النتسيب عزمه لعنده على بيت الرشاش وقال له سمع هادي السؤال تبعي بالجمراء حلل لي السؤال عطاه جواب بدئتين الرشاش كان زعلان قال أنا عم بشتغل على الجواب على السؤال صلي سنين وما أجت لي الجواب وانت بضيقتين إجعلك الجواب قال له اسمع يا حاخام ما تزعل بقلي اللي حقلك ياها بس انت باروخ الشيم حياتك بالعلالة باروخ الشيم عندك مصاري وما بتعرف عذاب أما أنا تعرفوا اليوم نحن مضللين نحن مضللين شوفوا باروخ الشيم عادين هون بالهيت كل واحد باروخ الشيم عنده شي يشرب وعادين على الكراسي وما معزبين واجايين عم تعلم تورا بأيام الزمان اللي هي تبعهم كان شمعة واحدة بنصر القوضة 200 زرم عم بي قدام الشمعة مشان يدفوا وكان يتعلموا تورا من العذاب من عوني من ساروت من كوشي قال له نتسيب الرشاش قال له تعرف لاش أنا حلت المشكلة كتير سهلة فأنا اشتغلت على حالي عرفت العذاب اللي بعتلي يا بوري علام لحيطلعني بجنب التاني قوي من ما فتت على المشكلة لذلك أنا بقدر يحل مشاكل تبع الجمارية مو مشاكل الأسئلة تبع الجمارية سهل أما انت انت مرتعرف العذاب شو كانت شو العذاب تبعاك بتختار زليل لحتاكل ستيكي ولا تاكل جاج شو العذاب تبعاك أما أنا عندي عذاب لخيم تقول جمارة يزهرو ببني عنيين شمهيم تتسيطورا دير بالك من الفقير منه لحيطلع أكبر ترميد حاكم ليش؟ مشانا متعذب بحياته عنده مشاكل عرفان إنه مو صدفة بوري علام بعتلي المشاكل بعتلي المشك لأصدا مشانا يطلعني أولا مجانب التاني معنى ربوتاي بالإنجليزي بيقولوا Not everything that glitters is gold مو كل شيء يبلمع هو دهب التعانوجين تبع العلام التعانوجين الشهوة تبع العلام بيغطوه وبمنعوه لذلك ما يكبر بعبادة بوري علام قدش ما كبر بالتعانوجين بيقلل بعبادة بوري علام وتعلمنها من زمان يمي هدي الجمعية من جمعتين ما بيدر يكون عندك عبادة ربك ويكون عندك برو خشين مصاري شغلتين ما بيشتغلوا مع بعض إذا ميبعدتلك بوري علام مشكلة بالنصاء لازم تعرف انه بديدقي تقوي حالك بالعلم الترا هاي هاي لازم واحد يتذكرها إذا عندك مشاكل بالنصاء ولحاق على البرنصاء ولحاق على ابداعة ولحاق geschغيلة ولحاق على معلم بوري علام بقات ياكلها أصدر مشان بيديدقي تقوي حالك على جنب التاني بالعلم الترا مشان تنينات المبعد ما بيجوا المشاكل لازم هنا نيقويك مشيرا بينو قاله لبوري علام أنا بتأتي شوي قاله لبوري علام طب طب سمعناها قردي مرتين بيقل له مشارب بينه لبوري علام أنا بتأتي هديك جمعة بيقل له مرة واحدة ههي جمعة بيقل له مرتين السؤال بسيط إذا مشارب بينه بتأتي ليش ما يطلب من بوري علام إنه يشفي حالا بحب يجاوب بعرف ما طلب, ليش ما طلب هاد السؤال على ما شرق بينه شايف انه عم بيجي المسرايين عم تطل 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 ما عم بطلع منه الكلام وقال له براعولام روح انكز عم إسرائيل شا بدي انكز عم إسرائيل اذا ما تقول له بالآخر طو خد أهران هو بطلع عم إسرائيل طلب من براعولام إنه يشفيك عم تشكي إنه عم تقتق طلب إنه يشفيك قال لربوتاي شو قال لون يوسف لعامي إسرائيل قال لون واحد اللي لح يجي لعندكن وصعب عليه يقول باكود باكدتي ومع كل هاي بيقول باكود باكدتي لازم تعرفوا إنه هو القؤيل من مصراهيم تصوروا مشاربينو ما عنده مشكلة إنه يتقتق بيجي بيقل لون عامي إسرائيل باكود باكدتي حزاكو بروح أنا بيقول باكود باكدتي تمام شو قصدك بالكلام أما إجا لعندن وقال لون باكود باكود باكدتي آه إنتي إنتي اللي حتنقزنا من مصراهيم المعنى ما شارب بينه عرفان إنه المشكلة إنه يبتقتق هي اللي حتطلع عامي سئل من مصراهيم المشكلة اللي عندك بحياتك هي اللي حتفرجيك النور بالآخر هي اللي حتكون منيح لإلك بالآخر سؤال عندك سؤال عندك سؤال خبود آه أوكي بروح الشيل بالواقع تبع ربق الملخ من الجانسك زاخر صديق في قردوش براخاء اللي كتب مصحف نوع من الملخ كان في جزراء قوية وعدش ما جرب إنه يبطل الجزراء بوري علماء شق الجزراء تجلى عليه لحخامه المجيد من مزرج وقال له المجيد مزرج للتلميذ تبعه إذا أنت كنت بتصلي بكل قوة تبعك إنه أنا أقضل عايش كنت أنا هلا عايش وبشئلك الجزراء بس أنتو ما صليتوا بكل قوة تبعكم قال له الحخام قال له طب يا حخامي مكتوب إنه جدولين صديقين بميتة تام يوتر من بحيهم الصديقين لما يتوفوا عندهم قوة أقوى من هنو كانوا عايشين يا حخام واقف الدعم الكيسيته بعبوري علم وشئ الجزراء سمعوا ربق الملخ وشي جعبوا قال له كل وقت اللي أنا كنت عايش بالعلم أنا كنت مثلك شفت إنه كل شي مغبش كل شي عتمي في مشاكل في عزب أما أنا ما طلعت قدامك الساكبوتة مع بوري علم شفت إنه شاموت هونيك شفت الصديقين ما عم بتعلم موتورا ما في مشاكل إنت عم تقول له في جزراء أنا ما نشايف في جزراء أنا شايف من عم بوري علم كل شي نضيف بيقولوا بالإنجليزي بفسركم إياها بالعبراني بالعبراني بقولوا بالعربي بلشنا إذا عندك إمونة وبيتاحون بربك ما عندك أسئلة عليه إذا ما عندك ما عندك أجوبة مشاكل ما قدروا يجعبوك على الأسئلة اللي عندك ضد ربك ما لا تسمع لهم مشاكل ما عندك إمونة ما عندك فتاحون بوري علم إحنا منقول الباسوك إمتا منقول الباسوك ربوتاي ديمينو إلوهيم حزدك بكربه خليك إمتا منقول الباسوك بأي مزمور يوم الأربعة يعني إمتا إلا اليوم حضاك وبروك ديمينو إلوهيم حزدك بكربه خليك شون معنى الباسوك أوقات الإنسان ديمينو إلوهيم أوقات الإنسان بيتصور وبيفكر ديمينو من كلمة ديميون خيال بتخيل إنه في إلوهيم في ديم بالعולם أما بأمت حزدك بكربه خليك بأمت الدم الهخال تبع بوري علم الدم الكرسي تبع بوري علم الدم الهخال تبعه كله حسد أما هم بهالعולם شايف إلوكيم بس بعد 120 سنين قدام الكرسي تبع بوري علم بيشوف كله حسد لذلك أي كلمة استعمل موشه ربيه لما إجأ له عن بوري علم وقال له ليشك عم تساوي مع عمي إسرائيل قال له أدوناي لما هارعوته لعامزه شلوم بين كتب أدوناي ألف دالد نون يود ليش بهال اسم تبع بوري علم استعمل موشه ربيه ما استعمل اسم يودكي وافكي كمان يودكي وافكي بتساوي أدوناي ليستعمل ألف دالد نون يود عم بيقول موشه ربيه لبوري علم بوري علم حمعك أنا ما بفهم ليشك عم بيسير بالعולם أما فسر لي وفهمني فتح لي عيوني تأشوف وأوصل أنا للهخال تبعك الأشوف لكله حسد ليش أدوناي عددا 65 هخال يعني لخال تبع بوري علم عددا 65 يا بوري علم أدوناي فتح لي فتح لي عيوني فتح لي طريق نور لي طريق خليني أشوف إنه كل شي اللي أنت عم تساوي هو لما استحت عمي إسرائيل مش هنهيك ربوتاي لما نبلش العميدة منستعمل اسم بوري علم أدوناي سفاتي تفتعه فيها جي تلاتيخة ليش ما نستعمل أدوناي مع يوتك بافك مش هنه أدوناي مثل ما إنا 65 هخال عم بيرمز لك بوري علم أنت هلا لح تطلب كثير شغلات بالعميدة لح تطلب رفاقينه برنساء حونينها دمدعت لح تطلب كثير بس يجب تعرف مو كل شي اللي تطلب لح أعطيك وانت لح تتصور أنه هي دي من عندي ونح تتصور أنه أنا آسي عليك وانت عندك مشاكل وعندك عذاب لخين أدوناي سفاتي تفتعه فيها جي تلاتيخة فوت على الهخال عود حالك أنه دايماً تكون أنت بالعلم فوق اللي ما عندك أسئلة على بوري علم أدوناي خليني أفوت على الهخال قدامك يا بوري علم أنه أجوب أنه قدام الهخال تبعك متما قال المجين من مزلتش قدام الهخال تبعك ما في أسئلة على بوري علم مشان كل شي واضح هاي بيقل له ما شربه لبوري علم أدوناي فوتني عن هالخال تعرفوا رابوتاي نحنا إنا من زمان قصت على اتنين ضغاضع اللي وعوا لقط برميل تبع حليب الدفضعة الأولانية ما قدرت غرقت بالأطرميز تبع البرميل تبع الحليب الدفضعة التانية دلت عم ترفوس وترفوس وترفوس تساوت من الحليب زبدة وقدرت تطلع من الزبدة برات البرميل رابوتاي ما شال دفضعة ما بينزلوا بالبرميل ما في حليب ما في زبدة ما شال شو المعنى تبه المشال كل واحد بالعلم عنده مشاكل انت اختار بدك تغرق بالمشاكل تبعك بخابود بخابود بدك تطلع من بوري علم يساعدك وبالمشاكل تبعك اللي عندك ترفوس وتطلع أقوى أعلى أعلى وتطلع لقدام بوري علم من هاي خال كمان اختيار بإيدك بس ما تقول ابدا انه بوري علم ما ساعدني بوري علم دائما موجود انه تطلب منه المساعدة غرقت من مشاكل تبعك هي من مشكلة تبعك تعرفوا العشير واحد غني قبل ما توفى طلب من ثلاثة ولاده دو يعرف ايام من ولاده لح ياخدوا البزنس تبعه بعد ما يتوفى قصة معروفة قال انا لازم يولد اللي يعرف شان يمشي البزنس بكل احوال اذا البزنس نزيل اذا ما في مصاري يعرف يجدد البزنس قال كل واحد من ولادي بعطيه خمس دولارات بدي ايهم يشتروا الشغلة اللي بتعبي كل الاوضة اولا طلعوا واحد التاني خمس دولارات اشترح اتعبي كل الاوضة طب الاولاني راح اشترها ريش اشترها ريش وعبه كل الاوضة بالريش بس قدش ما جرب الاوضة كبيرة قدش ما جرب ما تعبت كل الاوضة التاني ربوتاي اشترها كاش كاش يعني اش جرب يعبي جرب يعبي ما تعبت الاوضة قوضة كبيرة ولد الثالث قال له نزيحه على جنب نزيحه فلو القضوية شو بدك تساوي فلو القضوية طلع من جيبته شمعة صغيرة شعلها كل القضا ضاوية هلا كل القضا قال الأبا انت فهمت اللي شو لازم يساوي الضوء الصغير بيعبي كل القضا اللي هي عتمة ضوء الصغير تبعك بالبتاحون تبعك بالأمونات تبعك مع كل الأتمة اللي عندك تطلو من بوري علام يساعدك بأي مشكلة اللي عندك لو كانت شلوم بيت لو كانت فرنسا لو كانت زفوغ شو ما كان بأي مشكلة اللي عندك تطلو من بوري علام انه يدويلك بس شوية ضوء بيدوي كل الأتمة اللي انت عندك المشكلة كانت ربوتاي انه عام ישראל ما كان عندهم داعة تعرفوا هالشغلة هلا مكتوب البسوك ليش بوري علام عم بيبعث المكوت بيدعتيم كياني أدوناي شو يعني بيدعتيم كياني أدوناي بدي ياكن تعرفوا انه أنا بوري علام جابي المكوت كانوا للمساروة ولا اليهود لا بعت المكوت المساروة اذا بعت الضرب للمساروة لمكوت المساروة ليش يقول بيدعتيم كياني بدياكن انتو يا يهود تعرفوا انه بوري علام بدياكن تعرفوا انه بنفس الوقت اللي أنا ببعثتهم المشاكل للمساروة كان بطلع بيدي يبعثتكم المشاكل للكون بس من كتر رحمانوت ومحبة وحنية وبشفى عليكن كيالأد بدياكن تعرفوا كياني هشيم هشيم يود كيباف كيحسد شو يعني كلمة بيدعتيم تعرفوا تعرفوا ولا تفينوا تعرفوا تفهموا شو يعني كلمة بيدعتيم هلا مكتوب البسوك بها أدام يدع اتحبائشته شو أدام عرف مرتو حبا شو يعني عرف مرتو لش أول مرة قابلة عايش هو وياها سنين صار شو حطو بالشدوخ يعني ما نعرفان مين مرتو لا بها أدام يدع المعنى هلا كان معه لما نم معه قرب واحد مع الثاني هاي المعنى تعرفوا للزلمة المعنى رب وتمت ما بيقول بسوك بيدباك بيشته بيهايو لبسار احد متى ما الإنسان تجوز ربوتاي بعرف لحقوله وما لح تجيبكن بس لحقوله أنيوي الإنسان لما يجوز أهم شي بحياته لازم تكون مرتو لا أبو ولا أمو ولا بتحما مرتو لازم تكون نمبر ون والمرأ لازم تعرف الرجال نمبر ون أنا بدفع جوزي وبدفع كل غلط تخسيق هذا المحبة بتغطي المعنى إذا بتحب الإنسان كل قد بمحبة عظيمة كل قد قلب مع قلب هو ما بدر يساوي شي عاطل مشال العاطل بعيونك مو عاطل إذا انت بتحب لبوري علام كل قد وملزو مع بوري علام ما في عن بوري علام شي عاطل سمعوا شبهو ربناحمن مبرسل لكوته مو هران طرح خف ألف كשהאדام زוכה لدعات لمنسان عندו זכות نوعرف ولهרגיש באמת שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו תמיד إنه بوري علام عريب لإلو دايمان הוא משגיע חלב בכל עת הוא דייר بالو علي בכל עות אין לו شום سعر בעולם ולא حسر לו כלום ما عندו משק اسكيزي ما عندו مشاكل وما نقصه شي כי هو يدع ببرور إنه هو بيعرف مية بالمية شكل حسر לו טוב هم لطوبته كل شيء اللي نقص ما عندي إياه اليوم شأن بوري علام بيعرف وأشتر مني بيعرف إنه أنا ما بستاهله بأدربة وبالعكس هو مالي سمحا بتأميد طوب ودائماً فرحان ودائماً عندו المنيح مثل ما مكتوب بالجمراء مسيخة نداريم دفمين آلف داعت كانتا ما حسرتا داعت حسرتا ما كانتا عندك معرفة ملزوم ع بوري علام داعت كانتا بيسترية الداعت ما حسرتا شو نايش بالحياة داعت حسرتا إذا ما لك ملزوم ع بوري علام 停يل ملزوم معه لو المعرفه إنه أبوري علامị داعت موجود معك ما كانيتا شو عندك؟ إن شاء الله يكون عندك كل ما للدنيا بس ما لك مبسوط مشعنتك إكتر وإكتر وإكتر وإن شاء الله وا إن شاء الله بس إن شاء الله ما يكون عندك مال الدنيا بذا ملزوم ع بوري علام عندي كل شيء على حسب شتون انت بتصور حالك انت ملزوم عبوري علام ولا لا المشكة كانت ربوتاه انو عامي اسرائيل ما صدقوا انو بالمشاكل اللي هننا عادين فيها عندن زخوت يطلعوا من مسراين اسمعوا شو بيقول يا الكوتر يقوبيني دي حازو عامي اسرائيل شافوا عامي اسرائيل دي لا هفو بهو عبدين دي كشرين ويتابين ما كان عندن زخويوت يطلعوا من مسراين فكروا بوري علام عزبنا كل قد ستوت مان ننسينا عم متعزب عم بيتباحوا فينا عم بيقتلوا فينا عم بتحموا بالدم مين قال انو بوري علام لحي طلعنا من مسراين مع كل المشاكل اللي عنا هين نقصهم كانت داعت لأخير مشارب بينو لفيها السفيروت اللي واحد بتعلم كبالا مشارب بينو شاكل كنجا دا داعت داعت من مسراين فوضتن هالمعرفة مشارب بينو انو يعرفوا انو كل شي اللي جاي من عام بوري علام حتى بالمشاكل اللي انت عندك بحياتك بوري علام يطلعك بالمشاكل ليش انا اخترت انو نحكي عربية تحول الليلة شان ازا بتفتحوا الزوهر بالفراشاتها بعنا الزوهر بيقلك باول الزوهر بيقلك بسوك من شعياه النبي بتحوب هالشيم عديعاد كي بياه ادناي سور علامين شي يعني بتحوب هالشيم عديعاد سامي انتكل على بوري علام لحد ايمتاون عديعاد شي يعني عديعاد للابد المعنى المعنى ازا انا عم بيطلب من بوري علام يعطيني اللي بدي وما عطاني اياها وانا عم بيشكي ليش ما عطيتني اياها ما عندك بالتحون عديعاد فيم تربطها شو المعنى البسوك مو انا عم بيقولها البسوك عم بيقلك بتحوب هالشيم عديعاد انتكل على بوري علام من الابد للابد المعنى لو عندك ياها لو ما عندك ياها من عن بري علام كل شي طوب من عن بري علام كل شي لمصلحتك عادية عاد بالتاح هون مو المعنى انو انا بقامن انو بري علام موجود لا هي امونا بالتاح هون معنى انا بقامن انو كل شي من عن بري علام هو المنيح ربوتاي اللي احنا عم نسايا الشعور اللي علونيش ما توني مازال بتبهي الناس بيسألوا صلينا سوينا فراشة حلا ما جوابنا بري علام ليش ما جوابنا بري علام معنى ربوتاي اذا احنا هدول نسأل اسئلة هدول معنى بتاحونه بري علام عم يسأل كل شي المنيح ليش اكساوا ما حدا بيعرف واحد اللي عنده الوقت حيقلك انا بعرف ليش اكسار دير بالك من هالانسان هيك بيقول بعال شمتم ولا واحد يريد لصف دعتوش بري علام ولا واحد بقدر يفهمه لبري علام بس لازم تنتقل على بري علام عدا عاد للأبد تلكم باوليت الشعور انه في ناس بيقولوا انه موشرة بינו عم بشكيو عم بني وفي ناس بيقولوا انه بورع موشرة بינו وصر على المدرجاء كلت عالية سمعوا القصة اللي صارت معربية مردخاية من تشورنوبر زيخة صديق بكادوش تبراخه كان هو بروسيا والجيش الروسي كان ياخد اولاد يهود يحطهم بالجيش وزربوا يدعوا لبري علام ويصولوا لبري علام اما الروس اخر دكتير من اولاد يهود حطوهم بالجيش ونحن معرف متى ما الولد راح للجيش الروسي خلاص بيدار عايش بش النشماتها بعماتت من جوا ام واحدة اجيت وقالت له الحخام يا حخام ليشك عم بيصير بقال الحخام عندك امونة وبتحن بورع علام تقول له اي اكيد بقال اسمعي الباسوك هدوا لادوناي كتوب ماروخ الشم كيلي علام حزدو يوم مالناي اسرائيل كيلي علام حزدو يوم مالنا بيت اهرون كيلي علام حزدو يوم مالناي ري عدوناي كيلي علام حزدو فهمت اردي اربع مرات اللي كيلو عنا محزدو؟ اللي هيها من أول مرة يوم مرناه كولي إسرائيل كيلو عنا محزدو؟ هيك الحاخام قال لها للمرة قالت له يا حاخام وأنا بعرف البالك تبع تهليم بس وضح كلامك بس سلي شو قصدك بالكلام قال لها على حسب المدرجات اللي انت عليها الانتكال تبعك ببوري عنا أقوى وأقوى في ناس بالمجتمع هدول لانه نايكي توب كيلو عنا محزدو؟ المجتمع تطلع أكتر يوم مرناه إسرائيل صورة عنا مدرجات هي إسرائيل شو بيقولو؟ كيلو عنا محزدو؟ أقوى من المدرجات مع كل المجتمع في أقوى كمان يوم رونا بيت أهرون الكوهانيم اللي بيشوفو لبوري عنا ببيت المكداوش بيقاموا بوري عنا بنتكلوا علي أكتر أقوى من المدرجات مع الاتنين وفي عنا مدرجة في مدرجة اللي هي يوم روناي رئى أدوناي كيلو عنا محزدو؟ إذا بتخاف ربك بأميت تمتكل عليه مية بالمية كيلو عنا محزدو على هول مدرجة سو بيقول الحخام المرأة عزهل المدرجة تبعك ببوري عنا مخاف كتير إذا كان الأمونات تبعك وبتاحهم ببوري عنا قوية ما كنتي بتسألي ليشك عم يسايا بوري عنا وبهالقصة مقدر نجاوب شو عم بيصير إسكيوز مياه مع مشارة بينو مشارة بينو بيجلي عن بوري عنا بيقولو يا بوري عنا أنا على مدرجة كل إدعالي اللي أنا ما عم بشوف شي عاطل أنت عم تساوي لما زيش اللح تاني ليش بعطني أنا بعط واحد تاني اللي بيقدر يدعي ويصلي لإلك تتفكر جزيرة أما أنا ما نيشايف إنه في شي عاطل أنا وصلت على مدرجة تبع يرقيها الشيم سرعة مدرجة كل إدعالي ما شايف شي عاطل لما زيش اللح تاني أنا ليش بعطني أنا بعط واحد تاني اللي بيعرف يصلي لبوري عنا آآ بيجي واحد بيقول أنا صليت لبوري عنا وبوري عنا ما جوابني ونتكرت عليه لا إذا انتكرت عليه كذلك ما بتسأل دول الأسلم رابوتا وحمر خلص معي شوفوا الرمبام بيقول لك بسفرها مزوط إن بيقدر يجي واحد للإنتكال ببوري عالم بيتعلم تورا بيعلم التورا أما بيقول بالخط يسدوت يسودية تورا تبعو إنو بيقدر واحد يصل للإنتكال ببوري عالم لما يطلع هو بالنيتشر بالطبع والحكمين بيسألوا شاوير علاق تنتكل ببوري عالم تقوي إنتكال ببوري عالم بعلم التورا ولا بتطبع بتشوف التطبع بالعالم هلا شو بيقول جافيدا الملخ كيريش أميخا مع سيئت سبيعوتكا ياريح بكم خبيب أشير كونانتا أدنا أدنا ما أديش ما أقول قرس طلع أنا بس على الورد بتطبع بالعالم وبنتكل على بوري عالم وبعرف إنو في بوري عالم بالدنيا تعرفوا من زمان كان في أسترونت أسترونت بالعربي يعني يعني أسترونت اسموه ربوتاي دال مند طلع على الفضاء لما طلع هونيك قال بيرك تهليم كوفيو تيت قال بيرك تبع التهليم اللي مكتوب هالشمايم السبريم كبودئيل وما عسيها ده ما جدا ركيع أما في كان واحد أسترونت تاني روسي اسمو يوري قارجنان قالي طلع على الفضاء ونزل وقال أنا طلعت أدور على بوري عالم وما شفت فوق المعنى ما في بوري عالم شو بيجابوا الحاكمين إذا ما شفت بوري عالم هون ما لح تشوفه بأي مكان بالدنيا تطلع لفوق على الفضاء مفكر أنه واعد فوق ماما قارجنان هو بكل عالم هو موجود سو بيقول رنبام طريقة واحدة إنه تنتقل على بوري عالم تقوي الانتقال ببوري عالم علم الترى طريقة تانية طبع الحاكمين بيسألوا شاور علق أما الحاكمين بيجابوا بإمتنا لاتوا نفس الشي وشوفوا شلون شو أعظم الشغلة اللي إحنا منقول كل يوم اللي بتجينا الأهاباء ببوري عالم شمعي إسرائيل أظنائي له هنا وأظنائي أحد بالصبح في عنا ثنين براخوت من أولون قبل شمعي إسرائيل شو هنين يو تسير أور وأهبات علم بوري عالم خلق الدنيا بأي حرف معروفة برشيد برائله بالبيت ليش ما خلقوا بالألف ألف يعني أرور ما بدون بلش معا مسبه بيت باروخ أما الألف كان زعلان أما بلش لعصير تدبروت بالألف أنا أخي المعنى التورا بتبلش مع الألف والطبع العالم يبلش مع البيت لذلك أبل شمعي إسرائيل بتساي براخل اللي هي ألف وبتساي براخل اللي هي بيت بيت يشو باروخة الشم اللو كن من الخالم يو تسير أور وبوري حوشك طبع بالطبع الدنيا بيجي أنا بنتكل ومحبة لبوري علام وبتقول براخل مع ألف أها بات علام أها بتالوا ألف وبيت يعني أموناء وبالتحون دك تجي إنه تنتكل على بوري علام وتحبوا لبوري علام لازم تشتغل على أموناء وبالتحون دايما مالح تجي هيك overnight بالطبع بتشوف الطبع تنتكل على بوري علام تجي بتحبوا لبوري علام أكتر تعلم تورا تحبوا لبوري علام أكتر تنتكل على بوري علام أكتر بحب أخلسكم مع عصة اللي صارت بإن إسرائيل اللي كان بالمحسوم ليد عزة هلا شك بوينت تعرفش عن شك بوينت ربوتها صح؟ المشكلة إذا واحد عربي سرق شغلة من إسرائيل وفوتها لغزة خلس مثل ما فاتت لغزة لاحظ واحد عربي ما عم بقول شي ضد العرب ما تخافوا عم بقول قصة اللي صارت ممكن الواحد لازم ينقذوا عم تقول عم نقول الصار واحد عربي سرق سيارة مرسيديز جديدة جديدة صادة جديدة وصل لها الشك بوينت بغزة بدا يفوتها لغزة الحيالين مقفوا فتت في السيارة نشوف شو عم بيصير فتتشوا دوروا دوروا مرقش كل شي منيح اللي عنده لا حشيش اللي عنده ما مشاكل اللي عم بيهرب شي طال لي فوتوا ثاني قبل ما يفوتوا واحد من الجنود واحد جندي قال اي تعطار تعطأ منهم جاي بالسيارة قالوا اي قالوا تقل لي من jugا visual تعرف ان اشي طلعت ان انوا قالوا قال لك الحقي لست سرقت من واحد يهودي قالوا عرفت عرفت صف على جنب وحط السيارة على جنب k اخذوه على السجن كمال الجنود سألوه له هدي الجندي م Lorhad Depois من وجه مرحبي مرحبي قال تعاطع أخذوا الورا بالسيارة في لزيئة مكتوب اين عود من البدو العربي ما بيحط لزيئة اين عود من البدو عالسيارة تبعه شو كانت قصيت هين عود من البدو رابوتاي واحد يهودي بس حلوني حلوني يعني لو شمرتوا رأوا من زفوت ولا راجعوا كلهم بتشوبها هالحلوني اشترى سيارة جديدة وفات عم يتبهور فيها مع كل رفقاته مع كل صحابه فات عشخونا صفه بيطلع عالبيت وقفوا الابراخيم تبع الكوليل الملاد اللي بتعلموا بالكوليل اقولوا شو لا يكتفوت عالشي عود تعلم تورا ايه تورا ما تورا ما رفش عالفين انا مهام تورا ولا ما يحزنون تركوني لحالي اقولوا طب اقل شي خد الزيئة حطه عالسيارة تبعك شو ما كتوب عالزيئة عين عود من البدو شو لا حتساقي هالزيئة هالزيئة انشورنس ما بيصير شي للسيارة تبعك حطه بخيركم ما تحطوها بالقدام تبهور بالسيارة حطوها من وراء اخدوا البمبر ستيكر الازيئة حطوها من وراء طلع هو عالبيت بعد ساعة ما طلع هو من شباك راحت السيارة ضغري رجد لتحت طلع لي شي با قالوا وين الانشورنس تبع كون لشو صار سرقولي السيارة ما حطت انشورنس عليها حطيت بس هي اتقولي انه ما تنسر اذا عطتل الزيئة اقولوا دون وري بعد ذات الشيم نحن نفوت على الكوليل ندعي لبوري علام من تكل بوري علام من كل شي اللي بيساقي بوري علام هو لمصلحتنا كل شي لاتوب ما في شي من عم بوري علام راع وبعد ذات الشيم بترجع لك السيارة هنا نفايتين لجوة عم بيدعوا عم بيصاروا لبوري علام ده اقولوا الشرطة لهالزيئة بخابط شفنا سيارة تبعك شفناها قدام غزة ربوتي اين عود من الابدو مول المعنى اين عود من الابدو خلاص انا انتكرت على نفس البيوري علام كل واحد بقدر يقوله كل واحد بقدر يقول ان عود من الابدو اين عود من الابدو انت كالم ببوري علام هازم يكون بدمك بمخك بقلبك بالاضاح تبعك بالاذام تبعك ما بتقدر تسوي خطوة بل انه تعرف انه بوري علام معك اذا بتقامن بهذا الشغل 보세요 بوري علام بأمان معنا المتزوين لحنا معبوري علام ما في شيء بالعولام بدري ضايقك متما لحنا دهما منقول بهام نخلص بس بأمد بهام نخلص يعني ربنا بحياة بيقول لك شغلة عظيمة اللي ما بيدن ما قالكم إياها بلاها ربنا بحياة بيقول لك ده دع كعنيانيها جلوت هزيها ريشون رمز لعنياني جلوتينو زي الأحرون كلشي لسأل ما عم يسأل بمצراين بالجلوت الأولاني لحسين بالجلوت ربותיי سمعون نبوأ طبعا ربنا بحيا سمعون نبوأ שאנו عומדين بو بشعبود بيسورين برشوت ملكوت ادوم עדين אנחנו המתعزم המתعزم תחת עדين لأدوم يعني אמרك ואנו מצפים לשועת השם متبرخ لحنا دائما عم نتمنى عمنا أمل باليشوعات اللي بوري عالم يفرج جعلنا سمعوا هالكلام ואם تتأخر الجאולה לבוא וזאת אחרת اليشوعات الجي משיח معم الجي הכל להוסיף לנו سכר טוב والهات والهتي بقوتانو بأحارتانو 40-30 fera gü رايح جاي رايح جاي كان بقالوتانو نفس الشي لما يفرج علينا بوري عالم عن قريب إن شاء الله ذوت العتدا تتعورير هالسنقه بين ها عقوم ليسرائيل لح تكتر السنقه بين الجويم وعالم يسرائيل بيوصيفوا الشعبود على الشعبودهم ولح يعزبون أكثر من المعذبين بيياها الجويل نقلا بحوزير بنخسي ربوتاني مش لي تبعنا كانت ام سوري انت كلنا عالفاكسين انت كلنا عالدواء خلاص لح يدوروا عالفاكسين دا حشر لح يدوروا عالفاكسين فتشوا ساووا فاكشين خلاص البانديميك راح كوفيد راح وشو صار ربوتاني رجعته أول من قبله منشان البتاحون طبعا عم بيصيد بالشغلات الشتويوت الجويل جايه ورايح شو فكرنا خلاص كوفيد راحت باروخ الشماشيح رح يجي مكنش رح ينفتح رح يرجع متل ما كان وشو صار؟ وكل واحد خايف يجي على الشعور وكل واحد عم بترشح وبيعطيس خايف من كوفيد تعرفوا ليش؟ منشان البتاحون طبعنا مو ببوري علام والحكي لي اول شيء البتاحون طبعنا مو ببوري علام مية بالمية اذا كان ببوري علام مية بالمية كان نحنا من زمان راحة الكوفيد وما استحملت كم شهر بس يا كم جمعة بشو البتاحون بالبي بي سي والبي بي بي وبالتجار الشغلات اللي ما عارشوا اسمون والبتاحون بالاكل اللي عطونا من المدارس وبالبتاحون من الفكسين وبالبتاحون من المصاري حاجة حاجة بقى حاجة بقى ننتقل على الشغلات غير بوري علام اذا لحنا من بوري علام نطلب يا بوري علام يومان لساروتين وداي شوفوا كم واحد خصلنا بشهر واحد خصلنا امه لشمعة خصلنا واحد تاني خصلنا اخته لأوبرت خصلنا اخته لأوبرت خصلنا واحد تاني من بيت موسيري اللي اراهيب مع أوبرت امه لجو موسيري كله بشهر واحد ربوتاي مأي سبب ما حدا بيعرف بي لكل شغلة واحدة قدش ما قوينا نحنا البتاحون الأموناه طبعا بوري علام خلاص شي بعيد من عم بوري علام يبعتنا مشيح بلاحظة واحدة يفك مننا كل المشاكل قدش ما قوينا بيعذات الشيم البتاحون طبعا بوري علام والأموناه بوري علام من نشوف من عم بوري علام كل شي يوتكي ذافكي كل شي حسد كله رحمين نحنا مندعي من النفتارين انه يوقفوا قدام الكيساك كبود قدام بوري علام طولي مازال باتبهية راحل بات مريام وكمانك نفتارين يوقفوا قدام بوري علام يقولوا يا بوري علام اجا الوقت تعلمنا نحنا الدرس الانتكال فيك وبس فيك يا بوري علام يبعتنا نحنا بوري علام الشيح ستكينو يمعنا سلوطين وداي يعملنا بيت المكداش بميراب يامينو أمين بأمين ترجمة نانسي قنقر